خير على كل حبيبي وأهلا وسهلا بكم اتمنى يا رب كده دايما تكون قناتي بتعجيبكو وتنال اعجابكو يلا بقى بينا نشوف الفيديو ده عشو ما طولش عليكم سيلفي محمد رمضان يصير فوضى في عزاء مبارك تسبب الممثل المصري محمد رمضان في حدوث حالة من الفوضى في عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الذي يكون مرجمه بمسجد المشير تنتوي بضحية التجمع الخامس في مدينة القهارة الجديدة بعد أن تجمع حوله مجموعة من الأشخاص لالتقاط الصور السيلفي أثناء حضور العزاء وأدى الإجبال على التقاط الصور إلى حدوث حالة من الفوضى داخل قاعة العزاء تدخل الأمن على أثارها لاحتواء الموقف سريعا مخاطبا محمد رمضان لاحترام العزاء وعدم السماح بالتقاط الصور وشهد عزاء الرئيس الأسبق حسني مبارك حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني في مصر في مقدمتهم عمر دياب ودينة الشربيني ومحمد فؤاد ويسرة ولبلبة وليلة علو وغرهم كتير من نجوم الوسط الفني كما حرص عدد كبير من المسؤولين السابقين على تقديم ماجيب العزاء ومن أبرزهم لفريق أحمد شافيء وأحمد فاتح سرور وحبيب العدلي وغرهم كتير من المسؤولين وكمان حرص على تقديم ماجيب العزاء كثير قوي من الوسط الرياضي ومنهم أيضا محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومرتدى منصور رئيس نادي الزمالك إضافة إلى عدد من لعبي كرة القدم السابقين ومنهم عماد متعب محمد زيدان وحمد حسن وهشام حنفي ومصطفى يونس طبعا زي ما احنا شفنا كده يا حبيبي يا أصلا محمد رمضان كان رايح العزاء مخصوص عشان يعني أنه يلفت الأنذار ويعمل الفوضى ديت عشان يعني يقول إن الناس هيا بتحبه وبتحب تتصور معاه صور سيلفي والكلام ده وأصلا محمد رمضان مش محبوب يعني وكمان شعبيته قلت عن الأول خالص وده طبعا خبر شفته قلت نزله على قناتي وحستنى إن شاء الله أسمع رأيكم في قسم التعليقات تقول لي كده إيه رأيكم مثلا في اللي حصل في العزاء دوت وكده يعني مع السلامة